اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم نتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهية ونذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كافة الإشعارات مجرد رجل يحطم ديانة أمة كيف تتركه يسخر منكم ومن آلهتكم العظيمة هل هذا هو جزاؤهم على رعايتهم لكم منذ قديم الأزل؟ هل هكذا تدار القبائل؟ هل هكذا تكون العظمة؟ هنا برقت عيني النمرود في غضب وغيظ وأكمل من يحدثه إنك في عار أيها النمرود لقد انتصر عليك إبراهيم بحجته ولكن الأوان لم يفوت يمكنك استعادة شرفك ومحبة الآلهة العظيمة إنهم ينظرون إليك الآن كآخر أمل لهم قبل العقاب الرهيب الذي سينزلونه بكم شعر النمرود بمنتهى الغضب والصوت يتتابع اصنع خندقا وأوقده باللهب اصنع ذلك وأريهم سخط الآلهة إنك في المقدمة دائما أنت تستطيع أن تسترد مجدك مرة أخرى اصنع ذلك وستنال دعمي ومباركتي هنا وقف النمرود قائلا نعم سأحرق إبراهيم سأريه من الجحيم مثل ما أصاب قلبي سأنتقم منه وهنا ابتعد المشهد قليلا لطارى أبشع مشهدا يمكنك أن تراه إبليس الساخر راكبا على كتف النمرود ويضحك في سخرية كعادته لقد سيطر عليه وربح معركة جديدة قص علينا القرآن الكريم قصة إبراهيم ويونس عليهم السلام مع أقوامهما وكذلك قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك في سنته وليس هناك كتاب على وجه الأرض فيه قصص الأنبياء السابقين ويوثق بما فيه ويجزم بصحته إلا القرآن الكريم وسنة النبوية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وما عدى ذلك فلا يوثق فيه فقد امتدت أيادية التحريف إلى الكتب التي نزلت على الأمم قبلنا فلم تعد مصدر ثقة ولا يعتمد على ما فيها من الأخبار والتاريخ وهناك سؤال ورد في هذه المسألة ما هي مدة بقاء سيدنا إبراهيم في النار وهل حقا زارته أمه هناك ذكر بعض الصلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال ألك حاجة فقال أما إليك فلا ويروى عن ابن عباس أنه قال جعل ملك المطر يقول متى أؤمر فأرسل المطر فكان أمر الله أسرع قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم قال ابن عباس وأبو العالية لو لأن الله قال وسلاما على إبراهيم لأذى إبراهيم بردها وقال كعب الأحبار لم ينتفع أهل الأرض يومئذ بنار ولم يحرق منه سوى وثاقه وقال الضحاك يروى أن جبريل عليه السلام كان معه يمسح العرق عن وجهه ولم يصبه منه شيء غيره وقال السدي كان معه أيضا ملك الظل وكان إبراهيم عليه السلام حوله النار وهو في روضة خضراء والناس ينظرون إليه لا يقدرون على الوصول إليه ولا هو يخرج إليهم فعن أبي هريرة أنه قال أحسن كلمة قالها أبو إبراهيم إذ قال لما رأى ولده على تلك الحال نعم الرب ربك يا إبراهيم وعن المنهال بن عمرو أنه قال أخبرت أن إبراهيم مكث هناك إما أربعين وإما خمسين يوما وأنه قال ما كانت أيام وليالي أطيب عيشا إذ كنت فيها ووذدت أن أعيش حياتي كلها مثلها قال ابن عساكر إن نار الدنيا كلما خمدت لم ينتفع بها أحد من أهلها فلما أخرج الله إبراهيم من النار زاد الله في حسنه وجماله سبعين ضعفا قال عكرمة إن إبراهيم خاليل الرحمن لما ألقي في النار قالت أمه لقد كان ابني يقول إن له ربا يمنعه وأراه ملقى في النار فما ينفعه وإني مطلعة على هذه النار أنظر إلى ابني مفعل قال عكرمة فعملت لها سلما ثم طلعت على السلم حتى إذا هي أشرفت أبصرت إبراهيم في وسط النار فنادته أمه يا إبراهيم فلما رأها قال لها يا أماه ألا ترين ما صنع الله بي قالت يا ابني لولا إني أخاف النار لمشيت إليك فقال يا أماه انزيلي وتعالي فقالت يا ابني يدعو إلهك أن يجعل لي طريقا فدعا ربه فجعل لها طريقا ثم نزلت فقالت إني أخاف فقال لا تخاف هل تجدين من حر النار شيئا قالت لا فصارت إليه حتى إذا دنت منه ضمت إبراهيم عليه السلام إلى صدرها وجعلت تقبله فقال لها يا أماه فقال لها يا أماه فارجعي مما أنت عليه فالتفتت لترجع فإذا بالنار على ممرها فقالت أسألك بحق إلهك أن تدعو ربك أن يبعد النار من طريقي فدعا ربه فمرت حتى إذا كانت على رأس الحائط وأرادت أن تنزل نادت يا إبراهيم ابني عليك السلام وذهبت وإنما ورد في قصة إبراهيم عليه السلام مما يتعلق بمدة مكثه في النار ما رواه أبو نعيم في الحلية وابن أبي حاتم في تفسيره وابن عساكر في تاريخه عن المنهال ابن عمرو قال أخبرت أن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار كان فيها ما أدري إما خمسين وإما أربعين يوما قال ما كانت أياما وليالي قط أطيب عيشا مني إذ كنت فيها ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها والمنهال ابن عمرو من صغار التابعين كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولا ندري عن من أخذ هذا ولعله أخذه عن أهل الكتاب فلا حجة فيه وقد نقلت أيضا عدة أقوال عن بعض العلماء في المدة التي مكثها يونس عليه السلام في بطن الحوت قال ابن كثير رحمه الله واختلفوا في مقدر ما لبث في بطن الحوت فقيل ثلاثة أيام قاله قتادة وقيل جمعة قاله جعفر الصادق وقيل أربعين يوما قاله أبو مالك وقال مجالد عن الشعبي التقمه ضحا وقذفه عشية والله أعلم بمقدر ذلك وكل ذلك ورد في تفسير ابن كثير هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم يا كاسي العظام لحما بعد الموت ارحمنا إذا أتانا اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا ورين الطراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب يا رب اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقية وقيل مراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق اللهم ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات اللهم ارحمنا يوم تمور السماء مورى وتسير الجبال صيرا اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم ولا تعذبنا فأنت علينا قدير والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم خذ بأيدينا إليك أغذى الكرام عليك يا قضي الحاجات ويا مجيب الدعوات نسألك يا ربنا رحمة تهدي بها قلوبنا وأن تنصر الإسلام وتعز المسلمين وأن تدمر يا رب أعداء الدين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر إنهم لا يعجزونك يا رب أرنا فيهم يوما أسودا وأرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين انزع الوهن وحب الدنيا من قلوبنا وأبدل به يا ربنا حب الآخرة يا مغث أغثنا يا رحمن رحمنا يا كريم كرمنا يا لطيف لطف بنا اللهم لطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين يا سميع الدعاء يا ذلمن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء اللهم ارزق شباب المسلمين عفة يوسف عليه السلام وبنات المسلمين طهارة مريم عليها السلام واحفظ نساء المسلمين من شر خلقك أجمعين اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين وأعتق رقابنا يا أرحم الرحمين وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا ومن كان له حق علينا وجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وكل حين وفي الملأ الأعلى يا رب إلى يوم الدين نسألك يا رحمن أن ترزقنا شفاعته وأوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفتين شربة هنيئة مريئة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم كما آمن به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة برحمتك يا أرحم الرحمين اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ولا تخيب رجاءنا يا أكرم الأكرمين وتقبل دعاءنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا كما نسألك الدرجة العلا من الجنة يا رب آمين 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 وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عزيزي المشاهد أترك إعجابك بالفيديو وساعد في مشاركته مع أصدقائك وأخبرنا برأيك في التعليقات ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو شكرا على حسن المتابعة إلى اللقاء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وكن بتفعيل زر الجرس حتى يصلك آخر إصداراتنا اشتركوا في القناة